شد بينه وبينها وتجنبت النقاش معه حصل حدة أرادت أن تتجنب حتى لا يتفاقى من الأمر يقول لها أنت ملعونة أنا أمس بيت غضبان عليك وهو أسأل حق أن اللعنة الذي جاء جاء إذا دعاها لفراشي فأبت عليك لأن المفسدة تكون عظيمة معه في هذا الباب قال باتت والذي في السماء يلعنها لكن في كل حال أنت تحتد أو تغضب عليها الملكة تلعنها ما في دليل على الإطلاق في هذا الباب الحق أنك يمكن أن تحتد وتكون أنت المخطئ ويمكن أن تغضب عليها وتكون أنت الذي أغضبتها فكيف تلعنها الملائكة؟ المسألة دائرة أو هي محصورة في أنها إذا دعاها زوجها إلى الفراشي فأبت باتت والذي في السماء يلعنها والحق أن أقول يبقى شيء حتى لا أخفيه يبقى أن رضى الله من الرضى الزوج أيضا لو راضي عنها زوجها يكون هذا مناط لرضى الله عليها لأن النبي قال انظري أين هو منك هو جنتك ونارك لكن لا يكون هو الذي أغضبها وأساء إليها واحتد الأمر بينهما ويقول الملكة تلعنك هذا ليس بسديد فعليه أن يتق الله وأن يطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في النساء اتقوا الله في النساء المرأة ضعيفة وأنت تمتلكها فأحسن إليها يحسن الله إليك كما أن الله يمتلكك فأنت لو أحسنت إليها أحسن الله إليك وكان الله في عامنا عبد ما كان العبد في عامنا أخيه كيفما كنت لعباد الله كان الله لك أحسن يحسن إليك وأذكر الأخي الكريم وعاشرهن بالمشاة